هذا بلاغ الله يسقي روحنا نورا يفيض سكينة وجلالا املأ فؤادك من رحيق كلامه جدد به الإيمان والآمالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الكرام بلاغ هذه الليلة يظهر جانبا من جوانب الإعجاز البلاغي في انتقاء المفردة القرآنية من خلال نموذج واحد هي مفردة وراء ليظهر بجلاء أن علماء البيان لم يكونوا مبالغين حين قالوا كتاب الله عز وجل لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجد وهذا كراب بن عطية رحمه الله وهذا لا يقصدون به الأمر العقدي بمعنى أننا لا نفعل ذلك عقيدة حتى لا نتقول في القرآن بل يعنون به الأمر البلاغي فلو تصورنا أن ذلك جائز لم استطعنا فعلا أيها الكرام وراء ظرف قد يكون للزمان أو للمكان وقد ورد 24 مرة في القرآن الكريم يفسرها أهل العلم والتفسير بمعنى المراد فيقولون وراء هنا بمعنى أمام أو خلف وهكذا لأنهم يتغيّون بيان المعنى لكننا هنا نتساءل إذا كانت وراء بمعنى أمام أو خلف لماذا يعدل القرآن عن التعبير بأمام وخلف فيعبر بوراء عند إمعان النظر في المواضع التي عبر فيها القرآن الكريم بوراء سندرك أنه من المستحيل عقلا ولغة التعبير بغيرها في ذلك السياق فوراء وإن كانت من الأضداد كما يقول لغويون أي أنها تستعمل في المعنى وضده فقد يراد بها أمام وقد يراد بها خلف فإن المواضع التي عبر فيها بوراء وقصد بها أمام لا يمكن أن تحل كلمة أمام ومكان وراء إن وراء معناها من الاستتار من واريت الشيء وهذا المعنى الاستتار هو الذي يجعلها حين يراد بها أمام فهو أمام مستتر غير ظاهر ليس أمام فحسب والخلف كذلك حين يعبر بوراء فمعنى الاستتار فمعنى الاستتار لا يغادرها في جميع مواضعها بخلاف الأمام والخلف فليس فيهما دلالة الاستتار نتأمل يقول الله عز وجل من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يحذر الله عز وجل من أمام مستور وعذاب مستقبلي هو عقبة الكفار فلو عبر في غير القرآن أو عبر في غير القرآن وقيل من أمامه جهنم لفسد المعنى إذن أمام يعني أنه لا استتار أمامك شاخص أمامك ومثله قول الله عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فالبرزخ مستقبلي وهو أمر مستور وليس أمام أعيوني نشاهده وفي سورة الكاف يقول الله عز وجل في قصة موسى مع الخضر عليهم السلام وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة هل الخضر خرق السفينة لشيء كان خلفه يستحيل ذلك فالمعنى على الترتيب الزمني أنه أمامه وعبر عنه بالوراء لأنه أفاد الأمر المستور الذي كان يحذره الخضر حين خرق السفينة لكي لا يأخذها الملك الظالم أيها الكرام هذا جانب من جوانب لطائف التعبير في كتاب ربنا يحدونا للوقوف مليا والتأمل الذي يثمر عملا ويزيدنا بكتاب ربنا تمسكا وتلاوة وتدبرا أسأل الله الذي جلت قدرة أن يرزقنا وإياكم الفهم والعمل بكتاب الله عز وجل وإلى بلاغ جديد هذا بلاغ الله يسقي روحنا نورا يفيض سكينة وجلالا املأ فؤادك من رحيق كلامه جدد به الإيمان والآمالا جدد به الإيمان والآمالا